معنا مشاهدين الكرام بشأن هذا الموضوع حتفيا من إسطنبول باحثه في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي مرحبا بك إذن بعد انتهاء المهلة وطلب عبد المهدي تمديدها كيف تنظر لإمكانية عبد المهدي في السيطرة على ميشيات الحجد طعم مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين حياك الله طعم دعني أقول بأن هذا الأمر لن يكون قابل للتنفيذ لا في هذه الفترة ولا في الفترة القادمة لأن هناك إشكالات كبيرة جدا تعترض تنفيذ مثل هذه القرارات علما أن هذا القرار لم يأتي بجديد فهناك قرارات سبقت في هذا القرار وازدرت في زمن حكومة العبادي ولم يتم تنفيذها أيضا لذلك نحن نتكلم حقيقة عن ميليشيات هي خارج سيطرة الدولة بشكل كامل هذه الميليشيات تأتمر بأمرة مرجعيات وهذه المرجعيات متعددة قسم من هذه المرجعيات خارج العراق والقسم الآخر داخل العراق ولكنها تختلف فيما بينها اختلاف كبير جدا وبالتالي نحن نتكلم عن مراكز قوى متعددة في العراق رئيس الأزراء فشل في الفترة السابقة من إرجاع النازحين في فرض القانون وهيبة الدولة بإرجاع النازحين إلى مناطقهم في جرف الصخر وحزام بغداد وعزيز بلد وصلاح الدين وديالة وكارفوك فكيف لنا أن نعتقد بأنه سيقوم بتنفيذ مثل هذه الأمر على هذه الميليشيات بجعلها جزء من القوات المسلحة أنا أعتقد هناك أشكال كبير جدا يعترض تنفيذه فيما يخص العقيدة العسكرية فيما يخص التسلسل ومنظومة القيادة والسيطرة وفيما يخص علاقة الحشد بمرجعياته الدينية هناك إشكالات كبيرة جدا تعترض تنفيذ هذا الأمر يعني على اعتبار قرار عبد المهدي يركز على ضم بعض ميليشيات الحشد إلى القوات المسلحة التي وعد رئيس الوزراء قائد الأعلى ولكن كما ذكرت تلك الميليشيات أسست بموجب فتوى من مرجع ديني فكيف سيكون ولاؤها لحكم مدني؟ نعم أكيد نحن عندما نتكلم الآن نتكلم عن القوات المسلحة مثلا القوات المسلحة والعقيدة العسكرية إذن نتكلم عن مجموعة من القيم والمبادئ الفكرية التي تهدف إلى أرساء نظريات العلم العسكري وعلوم فن الحرب وبعد ذلك تحدد القوات المسلحة واجباتها واستخداماتها في زمن الحرب والسل بمحقق الأهداف والمصالح الوطنية العليا ولكننا نحن نتكلم الآن عن عقيدة عسكرية للحشد الشعبي عقيدة طائفية بنيت حسب فتوى لإجهاد الكفاء يعني فتوى طائفية لمذهب معين والإجهاد معينة استغلت من قبل المالك ومن قبل كثير من قادة الميليشيات لتشكيل ميليشيات خارج إطار الدولة وخارج إطار الدستور في مخالفة واضحة للمادة التاسعة من الدستور العراقي مقوفا يعني على هذه العقيدة القتالية لتلك الميليشيات المتنوعة المنضوية في ما يسمى هيئة الحشد أعلنت هذه الميليشيات رفضها تنفيذ قرار عبد المهدي معللة ذلك بأن الأخير يأخذ أوامره من الخارج إلى أي مدى ترى أن هذه العقيدة يمكن أن تسبب إشكالية إذا طبق الدمج نعم لا هو ليس هناك دمج حقيقة في القرارات التي طادرت لا سابقة ولا هذا نحن هذه القرارات تتكلم عن القوات المسلحة عن وزارة الدفاع برأسين رئيس الحشد الشعبي والرئيس الآخر يتكلم عن وزارة الدفاع العراقية إذن نحن نتكلم عن جهتين جهة نستطيع أن نقول رغم كل الإشكالات التي موجودة فيها منذ الاحتلال إلى اليوم على الاعتبار أن الاحتلال هو مقام من قامه بتشكيل هذه المؤسسة العسكرية وهناك إشكالات كبيرة جدا في البناء التي استخدمت كنوات لتشكيل هذه القوات والعقيدة العسكرية ورأينا كيف الانهيار في عام 2014 في مدينة الموصل أمام مئات من تنظيم الدولة هناك إشكال في القوات المسلحة الحالية فكيف لنا أن نتكلم عن ميليشيات الحشد الشعبي هذه الميليشيات التي ليست لديها عقيدة عسكرية واضحة لديها صبغة طائفية وولاءات مرجعيات دينية متعددة عابرة للحدود لن يستطيع أن يطبق هذا الأمر أبدا يعني كإشكالات كبيرة جدا حتى في منظومة القيادة والسيطرة والهيكلية التنظيمية طيب كيف تنظر إلى رأيي صحيفة ورستري جونر التي ذكرت في تقرير لها أن قرار عبد المهدي دمج هذه الميليشيات سيزيد من قوتها بدلا من إخضاعها نعم أكيد أكيد يعني أنا أعتقد أن هذه القرارات نستطيع أن نقول بأنها تعطي صفة شرعية وقانونية للحجد الشعبي للسيطرة على مؤسسات الدولة تحت غطاء القانون نحن نتكلم حقيقة عن سيطرة تامة لهذه الميليشيات بذلك أنا أعتقد بأن مثل هذه القرارات تطلق هذه الميليشيات في شكل كبير جدا علما بأن لديهم الآن لديهم الآن كثير من المؤسسات الموازية لمؤسسات الدولة لديهم كثير من الأمور التي هي خارج طاقة الدولة بصورة تامة ولا تمتثل أصلا لقرارات ووزارة الدفاع ولا للقائد العام للقوات المسلحة إذن أخيرا سيد عقيد الركن يعني في ظل هذه الملابسات والمطالبات الغربية بحل تلك الميليشيات كيف ترى مستقبلها إلى أي مدى يمكن أن تصطدم بحكومة بغداد والقوات النظامية إن جازت تسميتها بهذا الاسم نعم الخيارات المطروحة أمان حكومة بغداد أنا أعتقد بالتعامل مع هذه الميليشيات كثيرة وصعبة جدا فهناك فرصة للحشد الآن تمكنهم من السيطرة على مقدرات الدولة بشكل رسمي وغطاء قانوني وهذا خطير جدا على الدولة الدولة غير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات خلال هذه الفترة لأنها هي من تسيطر وهي من شكلت الحكومة وبالتالي أنا أعتقد بأنه إذا ما كان هناك تصعيد خطير ما بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة المقبلة كثير من هذه الميليشيات أعلنت موقفها بأنها ستكف إلى جانب إيران إذن نحن قد نتحول إلى الحوثي الثاني في العراق سيطرة تامة لهذه الميليشيات على مقدرات العراق بشورة كاملة خاصة في الفترة المقبلة إذا ما كان هناك تصعيد حقيقي ما بين المتحدة الأمريكية وإيران لذلك جميع الخيارات الموجودة هي خيارات صعبة وهذه الحكومة ضعيفة تاقد لقدرة السيطرة على هذه الميليشيات ولن تستطيع مواجهتها في الفترة المقبلة من صنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام العقدركم حاتم فلاحي شكرا جزيلا لك